مشاهدين أولا الحديث عن نفوذ إيران الاقتصادي في العراق والتأكيدات بتحول العراق إلى بلد مستهلك وسوق للمنتجات الإيرانية معنا من أوسلو الخبير الاقتصادي العراق الدكتور سانا عبدالقادر مساء الخير دكتور أهلا مساء النور مرحبا حياكم الله دكتور غرفة التجارة الإيرانية تقول أنه طالما العراق بلد مستهلك اقتصاديا فإيران في حالة اطمئنان وتكون مطمئنة ما الذي يحول العراق ليكون بلد مستهلك بهذا الشكل؟ أين أفحت الصناعات العراقية اليوم؟ سؤال جدا في محلة والعراق لا يمتلك قطاع صناعي يمكنه من إنتاج السلع والبضائع التي يحتاجها الإقصاد الوطن العراقي موازنة العراق لسنة 2023 تجد فيها أن قطاع الصناع حصل على 3% من هذه الموازنة وهذه نسبة قليلة جدا بإضافة إلى قطاع الزراع حصل على 1% إذن هذه هي النتيجة أنه العراق لا يمتلك شيئا وإنما يستورد كل شيء وأنا الآن العلم طبعا بحثت بجوجل لم أجد ماذا يصدر العراق إلى إيران بالكاد يا الله حصلت على أنه العراق صدر في عام 2022 القمح إلى إيران طيب أسوالنا يأتي من أين العراق قمح؟ هو العراق نفسه يقوم باستيراد القمح من استيراديا وأمريكا وكندا إذن كيف العراق يصدر القمح إلى إيران وهو لا يملك هذه الكميات ليتسد حاجة الاستيلاك المحلي إذن معنى ذلك أنه العراق يستورد كل شيء من إيران وبلغت قيمة صادرات إيران إلى العراق 10 مليار و238 مليون دولار نعم تفضل هناك جهات مختصة تقول أنه تقريبا 351 منتج إيراني رديء الجودة يتم تصديرها من إيران وإدخالها إلى داخل العراق أين وزارة التجارة القمارك تسمح بدخول مثل هذه البضاعة الرديئة؟ وكما ذكرت المبالغ يعني تصل إلى عشرات المليارات نعم طبعا نجد بين فترة وأخرى في الإعلام أنه تمت شحن إيران إلى العراق بضايع تالفة منها مثلا الدجاج والمنتجات الغدائية الأخرى وقامت السلطات القمارك العراقية بحرق هذه المنتجات سواء كان الدجاج المجمل أو منتجات زراعية أو معلبات أو الآخرين إذن معنا ذلك أنه توجد رقابة لكن هذه الرقابة لا تكفي يعني عندنا ما يسمى وزارة التخطيط وعندنا مخياس الجودة في وزارة التجارة المفروض أن يكون مع الأسف لا تقوم بواجبها الذي يمكن أن يكشفنا هذه السلح الفاسدة وغير ما الممكن استلاكية يعني أنا أسأل الدكتور عن السلع الرديئة وأنت ذكرت أن هناك سلع تالفة أصلا تدخل وليس فقط رديئة نعم نعم قامت قوات القوات الحدود بحرقها يعني أنا شاهدت عدة فيديوهات في فيسبوك أنه هذه الشاحنات الضخمة من الدجاج والموات الردائية قاموا بحرقها لأنها تالفة بالأساس تالفة طيب كيف تعطى إيران كل هذه الثقة والثقل بوجودها داخل السوق العراقية؟ هذا ناتج على أنه توجد عصابات تتعامل مع إيران توجد جهات حكومية تكشف لم تقوم بكشف هذه الاستيرادات غير الصحية يعني معنى ذلك أن هناك توجد جهات تقوم بعدم تكشف عن هذه التلاعبات ومصارعها طبعا تأخذ نسم معينة من الكميشين شايف كيف سواء كان 10% أو 20% من نجل إدخال هذه البضايا الفاسدة للإيران وعجب كشفها لكن يتم كشفها في السوق المحلي عندما يقوم الناس بشراء هذه البضايا واكتشاف أنها سامة غير صالحة الاستيلاك وعدت أنفلة على أنه تم استيراد السلاحة الغدائية وظهر فيها تسمم من قبل الناس وقام المستشفات بفحصها للتسمم لهؤلاء الناس هناك موضوع آخر اليوم يطرع على الساحة وهو أن العراق اليوم أضحى متشائم من اتفاقية الربط السككي مع إيران يعني رغم حديث حكومة السوداني عن مكاسب عن مكتسبات للاقتصاد العراقي تنعكس عليه داخليا وخارجيا ولكن هناك تشاؤم من قبل الجانب العراقي المواطن العراقي على الربط السككي مع إيران تدعي الحكومة أن هذا الربط وفقت لنقل المسافرين ولكن أحد النواب يقول أنه مخصص للبضايا أيضا نعم طبعا هذا الخط البصف الشلامي يقوم بنقل البضايا الإيرانية بالدرجة الأولى من إيران عبر العراق إلى سوريا ومن ثم إلى أوروبا معنى ذلك المستفاد الوحيد من هذه العملية هو فقط الجانب الإيراني وهو ينافس منها الفراو الكبير لا تنسى ما يسمى في قناة الجافة التي العراق يضع عليها على هذه القناة آمال كبيرة من أجل تنشيط الوحيد للوطن العراقي إذن هناك منافسة هذا الربط السككي للمشروع والذي تستباد من عنده إيران بالدرجة الأولى والذي ينافس منها الفاو الكبير الذي العراق يضع آمال كبيرة عليه بالتالي هو خسارة للعراق ومكسب إلى إيران بدون شك لأن التكاليف إنشاء هذا المشروع للعلم طبعا المرحلة الأولى 138 مليون دينار يقوم بتغطيتها الجانب العراقي فقط الجانب الإيراني يقوم ببناء بعض الجسور وإزالة الألغام على طول 16 كيلومتر فقط يعني فقط المنطقة التي يغطيها هذا المشروع الشككي أما بقية المناطق التي يوجد فيها الألغام من زمن الحرب العراقية الإيرانية موجودة لحد الآن إيران فقط تقوم برفع ألغام على طول 16 كيلومتر فقط نعم من أوصل الخبيرة الاقتصادي للعراق الدكتور سناء عبد القادر شكرا جزيلا على هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر